اهلا بكم مشاهدين في سوريا الان اقام عدد من السوريين وافراد الجالية الفلسطينية في بلدة اطمب ريف ادلب الشمالي ومدينة ادلب شمالي غرب سوريا مجلسي عزاء لاستقوال للمعزين في استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم الاربعاء الماضي وفي ظل غياب اي تعليق رسمي من النظام السوري نعت من نظامات مدنية وكيانات معارضة وفصاغ العسكرية من بينها المجلس الاسلامي السوري وحركة احرار الشام وهيئة تحرير الشام نعوا يحيى السنوار وعبر المجلس الاسلامي السوري في بيان رسمي عن حزنه واعتزازه باستشهاد القائد يحيى السنوار ورفاقه على ارض غزة وصفا اياها بانهم قضوا في صحات الجهاد والشرف وقدم المجلس تعازيه للامة الاسلامية جمعاء وللشعب الفلسطيني والمجاهدين داعي ان الله يتقبلهم في عداد الشهداء وينصر الفلسطينيين على المحتلين كما نعت حركة احرار الشام يحيى السنوار مقدمة تعازيها للمجاهدين وللشعب الفلسطيني والامة الاسلامية مشيرة الى ان رابطة الاسلام تجمع بين الجميع مهما كانت الخلافات خاصة في مواجهة عدو مشترك لا يراعي الانسانية حول هذا الموضوع سعيدني انا ارحب بضيفي الاستاذ سعد الخطيبة المحلل لاسياسي سيد سعد اهلا وسلم مرحبا بك سيد سعد كنا نتحدث عن وحدة السحات ويقصد بها في هذا الوقت هو السحات الداعمة او ما تسمى اضرع ايران في المنطقة وكان من بينها بشار الاسد ولكنه لم يشارك حتى في هذا الدعم وكان هناك خلاف شائع ما بين الثورة او المؤيدين للثورة السورية وما بين المؤيدين لحماس بان هؤلاء مع ايران او هؤلاء ضد ايران الان نجد ان هناك دعم كبير ما بعد وفاة او استشهاد السنوار من ادلب ودعم كبير للمقاومة الفلسطينية وتغير في الخطابة السياسية الفلسطينية هل وحدة الساحات الان تعيد تمحورها لساحات جديدة نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم المشاهدين الكرام في الواقع القضية الفلسطينية هي تعيش بين اضلع السوريين وفي دمائهم وفي ارواحهم وفي ثقافتهم وفي مجتمعهم وفي كل تفاصيل يومياتهم هذه فلسطين هذه ملك الامة الاسلامية باجمعها لا يمكن لمسلم ان يقول القضية الفلسطينية ليست قضيتي او ان لا يهتم بها او ان يتركها بسبب او لاخر لذلك انا اعتقد ان الشعب السوري ليس بغريب حتى الفصائل ومن اشهرها مثلا القسام عز الدين القسام وغيرها كانوا السوريين اساسيين في هذه القضية لذلك انا اعتقد انه لسنا بحاجة لان نفصل في هذا الموضوع المعلوم لالقاصي والداني ولكل من يراقب الوضع المتغير الاساسي انه كانت ايران هي اللاعب الخبيث في هذه القضية وفي هذه المسألة التي شابها شيء من التعقيد وبدأت ايران تتهم كل من لم يناصرها بانه ضد القضية الفلسطينية وكأن القضية الفلسطينية اصبحت ايرانية مع انه في الثقافة الايرانية والمذهب الايراني والعقيدة الايرانية ان القدس ليست مقدسة وان فلسطين ليست مقدسة لكن لتستغل القضية الفلسطينية في مشروعها التدمير للامة الاسلامية اولا ومنافسة للمشروع الصهيوني في المنطقة بدأت تتبنىها وتتبنى القضية وجعلت يوم للقدس اليوم العالمي للقدس وبدأت تتحدث وكأنها راعية للقضية الفلسطينية وهذا بالتأكيد كل العقلاء من كل الأطراف يعلمون بأن إيران تريد تمرير مشروعها من خلال القضية الفلسطينية في المنطقة كون القضية الفلسطينية هي من أطهر القضايا ولا تشوبها شائبة صهاينة جاءوا إلى المنطقة واحتلوا الأرض واحتلوا المقدسات ويناضل الشعب الفلسطيني والشعب العربي وكل الأمة الإسلامية للتخلص من هذا الاحتلال إيران لعبت على هذا الوتر وجودها أعطى شيء من الغمام على هذه القضية وأن هناك أناس مع الصهاينة إيران التي بدأت عبر أعلاميينها من العرب أيضا يروج لمسألة كل من لم يناصر المشروع الإيراني في المنطقة إذن هو ضد القضية الفلسطينية هذه المسألة من الضروري بمكان أن تبين لجميع الشعوب العربية والإسلامية أن إيران دورها خبيث هي تدعم دعمة القضية الفلسطينية لتمرير مشروعها الإيراني في المنطقة وليس لتحرير الأقصى وليس مثل ما يقال لسواد عيون الفلسطينيين أو الشعوب العربية أو الأمة الإسلامية أبدا على الإطلاق هي مشروعها تدميري أكثر من المشروع الصهيوني حتى لم نكن مع المشروع إيران ونحن تحملنا في سوريا كما تعلم أكثر من مليون شهيد على يد الميليشيات الإيرانية دمرت البلاد دمرت المدن دمرت القرى هجرت غيرت تغييرا ديمغرافيا فضيعا في المدن السورية وما زالت تحاول البقاء والتشبث بالمدن السورية لذلك لا يحق لها أبدا أن تصنف أحدا من العرب أو أحدا من المسلمين أنه معادي للقضية الفلسطينية هذا الكلام فقط من يسير في درب إيران هي بدأوا يتجرؤون على الأمة الإسلامية والعربية أيضا أن هذا مع الصهاينة وهذا يعني مع القضية الفلسطينية حسب نظرة إيران للقضية الفلسطينية أن الذي ينصر القضية الفلسطينية هو حزب الله وإيران والنظام السوري نظام بشار الأسد هكذا هم تصنيفهم وما تبقى من الدول وما تبقى من الأمة الإسلامية ليس لها حساب عندهم لذلك نحن لا ينبغي أن ننجر وراء الرواية الإيرانية في المنطقة ويجب أن نعلي من صوتنا حتى على المستوى الشعبي لكي لا يضيع الناس وأن هذه قضيتنا وأن هذه ثورتنا هي ضد المحتلة الصهيوني منذ دخوله إلى هذه المنطقة ومنذ احتلاله للأراضي الفلسطينية ولن يتوقف نضال الأمة الإسلامية بأكملها إلى أن تطرد هذا المحتل وإلى أن تنهي وجوده في الأراضي الفلسطينية ومنطقتنا العربية الحاضنة الحقيقية للقضية الفلسطينية هي الأمة الإسلامية بأكملها وليس المشروع الإيراني الذي دعم آخر يعني عشر سنوات تقريبا من الدعم المشروط على الفلسطينيين أن يعلنوا أن إيران تدعم القضية الفلسطينية وسوقوا لمشروعهم ولدعمهم الإعلامي ويعني لم تبقى إذاعة تابعة لهم إلا وتتحدث عن الدعم الإيراني ليلة نهار بأن إيران تدعم القضية الفلسطينية حتى حزب الله اليوم عندما يقتلون يدعون بأنهم في سبيل غزة وفي سبيل القضية الفلسطينية هذا العبث بمقدسات الأمة الإسلامية يجب أن يتوقف ويتوجب على الأمة الإسلامية جميعا أن تعلن موقفها بشكل واضح وصريح من إيران هناك متغيرين مهمين نريد أن نقف عليهم في فهم ما يحدث الآن المتغير الأول هو المتغير عند المحور أو ما يسمى بمحور المقاومة وفي القلب منه بشار الأسد عندما حدث هذا القتل أو عملية القتل وتصويرها بهذا الإخراج السينمائي الذي كان يظنون أنه سيسقط الرجل في عيون أتباعه لم يخرج بشار الأسد لكي على الأقل ينعي هذا الرجل في الناحية الأخرى خارجت إدلب ليست في صوان عزا واحد ولكن في اثنين أيضا هناك متغير آخر هو فكرة أن القادة الفلسطينيين في حركة حمس الذين كانوا بشكل أو بآخر يؤيدون التعاون مع محور المقاومة المنعة والممانعة الآن هم غير موجودين في المشهد على رأس المشهد الآن بشكل أو بآخر خالد مشحل الذي دائما عنده إشكالية مع إيران هؤلاء المتغيرين المهمين خزلان بشار الأسد ووجود خالد مشحل في رأس حمس هل يغيرين المشهد الآن؟ يعني أنا أعتقد ذلك بشار الأسد وتغير موقفه من خط الممانعة والمقاومة فيه أمور واضحة بدت في البداية كانت معلومات غير مؤكدة لكن يبدو أنها واقعية وحقيقية وهي توصيات وتحذيرات من الكيان الصهيوني لبشار الأسد عبر دولة عربية أو وسطا عرب بأن يفك الارتباط مع إيران وأن يفك ارتباطه مع حزب الله هل يعني بعيدا عن هذا أخذ تنوية هل زيارة محمد بن زايد لروسيا لها علاقة بنفس الأمر؟ ليس لدي معلومات دقيقة في هذا الشأن لكن أقول هي توصيات وتحذيرات إسرائيلية لبشار الأسد عبر وسط عربي حذره من أنه يفك الارتباط مع إيران ويفك الارتباط مع حزب الله ولا يسمح لإيران وحزب الله بشن أي عمليات ضد الكيان الصهيوني من الأراضي السورية وأن يوقف خطوط الإمداد لحزب الله في سوريا وذهب بشار لأكثر من ذلك أنه تعاون مع الصهاينة إلى درجة أن أعطاهم إحداثيات مواقع الحرس الثوري وضباط مشهورين وتم اغتيالهم بالفعل أثناء سهراتهم أثناء تواجدهم في بعض الفلل والمزارع وكما شاهدنا خلال الفترة الأخيرة بشار الأسد أعطى الأهمية لوجوده بالحكم أكثر من انضمامه لمحور المقاومة محور المقاومة كان في فترة من الفترات مرضي عن قيامه بإنهاء الثورة السورية وتثبيت حكم بشار الأسد إيران حاولت ودفعت مليارات في هذا الخطف فهو كان مضطر للوقوف معها تحت هذا العنوان وإلا هو ليس مع المقاومة ليس مع الفلسطينيين هو قتل في مخيم اليارموك في سوريا مئات الألاف من الفلسطينيين لم يخدم القضية الفلسطينية هو وأبوه سلموا وحافظوا على أمن الجولان الذي سلم إلى الكيان الصهيوني ومازالت الحدود آمنة بشار الأسد لا يسمح لأحد بالاقتراب من هذه الحدود مطلقا لذلك أنا أعتقد أن كذبة المقاومة عند بشار قد انتهت وتوقفت ولم تعد يعني تجدي بالعكس هو يتبرأ من أي شيء مقاوم للكيان الصهيوني يتبرأ ويبتعد عن المحور الإيراني وعن حزب الله والكلام في هذا كثير والتحليلات كثيرة والواقع هو أيضا يقول بأن بشار الأسد منذ 7 أكتوبر إلى الآن لم يتدخل بما يحصل في فلسطين لم يتدخل بما يحصل لحزب الله في لبنان وهو الذراع الأقوى الذي ثبت حكمه وأنهى الثوار الذين كانوا على بعد مئات الأمتار من قصره لذلك أنا أعتقد أن هذه الكذبة قد توقفت الآن خاصة بعد 7 أكتوبر لذلك بشار الأسد ما يهمه هو تطبيق التحذيرات والتوصيات الإسرائيلية والابتعاد عن إيران وحزب الله وقطع الإمدادات عن حزب الله ومازال هو في دائرة الخطر إذا ملتزم التزاما كاملا لأنه مطلوب منه أمور أخرى فيما لم يلتزم بها ربما ربما يعني يصاب بضرر معين طبعا في الآخر خالد مشعل وخالد مشعل أنت تعرف أنه صاحب أو عندما أخذت حركة حمس قرار الإنسحاب من سوريا وعدم مقوف مع بشار الأسد أثناء الثورة كان خالد مشعل رأس الحرقة في هذا الوقت نعم صحيح الأستاذ خالد مشعل رجل مبادئ وهو اتخذ قرار سليم في بداية الثورة السورية وقال أنه لن يشارك في قتل السوريين لن يكون جزء من هذه المقتلة للشعب السوري لن يعطي تبريرا واحدا للنظام بأن القضية الفلسطينية تستخدم داخل سوريا في قتل السوريين وقتل الشعب السوري وهذا القرار بالمناسبة كلف القضية الفلسطينية الكثير وحرمها من التحرك الكبير ومن مساحات كبيرة كانت تتحرك بها حركة المقاومة الفلسطينية حرمت منها بسبب هذا القرار ومع ذلك ليس فقط خالد مشعل وكل المقاومة الفلسطينية في حينها كانت على قلب رجل واحد وكلهم مقتنعون أنه لا يمكن الخوض في دماء السوريين بهذا الشكل ولا يمكن أن يؤيد بشار الأسد ولا يمكن أن يجلس ويقيم في سوريا ما زال بشار الأسد وإيران وميليشياتها يعني يقتلوا السوريين لذلك اتخذ القرار وخرج من سوريا وقطعت العلاقة بينه وبين إيران إيران قاطعت المقاومة فترة لا بأس فيها ربما سنوات أربع أو خمس سنوات إلى أن حصلت انتخابات أخرى داخل المقاومة الفلسطينية وصار تغيير وصار نوع من التواصل واستعادوا العلاقة مع إيران وبدأت إيران تدعم دعما مشروطا بأن يعلن هذا الدعم يعني الدعم ليس لوجه الله وإنما مشروطا بإعلان بيانات وتصريحات وكل من يقتل من إيران في العراق أو في سوريا كان ينعى من قبل المقاومة لذلك هذا التغيير أنا أعتقد الآن فيما لو استعاد القيادة خالد مشعل ستتغير الأمور وسيتغير تتغير نحو الأفضل هو بالتأكيد وتصحيح هذا المسار بالتأكيد سيكون يعني له دير بالمناسبة الأستاذ خالد مشعل هو مقاطع من قبل إيران حتى لما زار لبنان لم يستقبل من قبل حزب الله لم يسمح له بمقابلة أي مسؤول لبناني لا وزير خارجية ولا حتى يعني أي أحد في الحكومة اللبنانية لذلك الرجل اكتفى بزيارة المخيمات الفلسطينية وعاد إلى قطر لا توجد علاقة بينه وبين إيران هذا ما نطمح له في يعني جميع الأمة الإسلامية تريد أن تعود حركة المقاومة الفلسطينية إلى الحضن الأساسي وهو حضن الأمة الإسلامية المشروع الإيراني هو مدمر للجميع مدمر للقضية الفلسطينية مدمر للشعوب العربية للدول العربية أيضا والواقع يعني يتطابق مع ما نقول وهناك الآن بعض التسريبات عن وجود يعني بدلا من أن يكون خالد مشعل على رأس الحركة بشكل مباشر أن يكون هناك مجلس لقيادة الحركة فيه خالد مشعل لتفادي هذه القطيع الإيرانية كما ذكرت أستاذ سعد الخطيب دعنا نزب إلى فاصل ثم نعود لإجمال هذا الحوار مش أنك رأي فاصل ونواصل سأقوم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر